بسم الله أبدائي وبدائي طلاب صف خامس جنرال أهلا وسهلا بكم أمسطر عبدالغاني الصهاجي والنقش معكم يا أولاد الهيكل الوزاري لامتحان الفصل الدراسي الأول 24-25 لو عقبكم الفيديو عملوا لايك سابسكرب للقناة يا أولاد بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هيكل حصر يا أولاد هيكل الامتحان جريد 5 جنرال 2024-2025 أكي يا أولاد تعالوا نشوف الامتحان الورقي والامتحان الالكتروني إيه طلباتك يا وزارة بسم الله الرحمن الرحيم طيب أكثر حاجة يا أولاد تشغلنا هو ايه الموضوعات اللي تبقى موجودة يا أولاد اللي نكتب فيها الفقرة topics food and drink الطعام والشراب عندنا يا أولاد unit 2 animals الحيوانات sports and leisure activities الألعاب الرياضية وعنشطة وقت الفراغ إن شاء الله يا أولاد اكتبوا يا أولاد في الكوميت إنتوا عايزين إيه؟ ممكن نكتب نعم فيديو يا أولاد خاص بالمواضيع إيه اللي جرامة للوزارة عايزها يا أولاد present simple present simple verb 1 تمام يا أولاد؟ ومنضف له اس مع هي وشي وإت وأي اس مفرد like dislikes إيه التانية يا أولاد القعدة التانية comparatives comparatives يا أولاد المقارنة بين إثنين المقارنة بين إثنين طولر ذان بيجر ذان شورتر ذان وطبعا يا أولاد في صفات irregular غير منتظمة زي good تصير better than أحسن من bad سيء worse than أسوأ من إيه التانية يا أولاد القعدة الثالثة العزاء الوزارة present country المضارع المستمر am و is و are زاد الverb زاد energy شكرا للقواعد شكرا للموضوعها تانية يا أولاد إيه الكلمات اللي أنحتاجها food and drink healthy menu dessert dessert يا أولاد التحلية بعد الأكل lunch fruit vegetables sandwich animals chicken fish wildlife fly turtle camel bear sport and leisure activities camping beach boat trip theater museum football swimming hockey beach نبدأ يا أولاد بالامتحان الورقي بسم الله الرحمن الرحيم paper exam عليكم يا أولاد 40% ايه نظام الامتحان الورق يا أولاد يمكن يختلف يا أولاد عن صف رابع شوية الامتحان أنجيب موضوع من الموضوعات السلاسة أنا سألك أول سؤال ما رأيك ما رأيك حضردك تكتب جملة فيها رأيك هتيبدأ تحكي إيه I think that وتكتب اسم الموضوع يا أولاد is very important is wonderful is amazing is fun اكتب كلام زين I think في ناس يحب يكتبوا in my opinion في رأيي صح جملة واحد يا أولاد بتاخد عليها خمس علامات ما رأيك في الموضوع اللي هنكتب فيه الفقرة بعد ما عملنا يا أولاد opinion اعمل لي بلان مخطط يعني مخطط يا أولاد نجيب لحضرتك ثلاث عناصر ثلاث أفكار وانت تعمل منهم مخطط في مربعات يا أولاد أو مستطيلات تكتب عنوين من الثلاث نقاط اللي انت هتكتب عنهم في الفقرة بعد كده تكتب النص أو الفقرة تبعوني يا أولاد وانحدد معاكم عدد الكلمات يا أولاد الفقرة الرابعة الناس بتوع اللغة العربية عرفوها يا أولاد inference question سؤال الاستدلال هنجيب لك فقرة reading فقرة reading قراءة في ابتحان الwriting أيوة وانسألك على سؤال واحد بس أيوة تأخذ عليه على متين بعد ما نسألك السؤال عايزي منك justification justification question سؤال التبريرات أيه المبررات بتاعتك تجيب لي أسباب اختيارك للإيجابة دي يا أولاد اللي انت اخترتها تمام ولازم من الأسباب يا أولاد أو justification التبريرات أو المبررات تكون موجودة يا أولاد جوه جوه فقرة القراءة تمام يا أولاد تعالوا نتكلم يا أولاد بالتفصيل نعيدهم تاني part one في الامتحان الورقي هيكون من يا أولاد opinion هيكون من يا أولاد opinion يعني الرأي opinion opinion يعني الرأي والرأي بس عايزين كم جملة يا أولاد at least على الأقل شايفين يا أولاد at least one sentence عنه يا أولاد عن the topic الموضوع يا أولاد about the topic of the essay موضوع المقال هتأخذ خمس علامات I think ولا in my opinion والرأي بعد ما عملنا opinion عايزين يا وزارة عايزين بلاني يا أولاد بلاني يعني مخطط هتدوني كم علامة هنديك five marks منين هجيبه منين احنا هنديلك حاجة اسمها essay brompet brompet أنا أديلك نقاط يا أولاد زي موضوع التعبير في اللغة العربية هنديلك ثلاث نقاط ثلاث عنوين تعمل منهم مخطط الفقرة الثالثة حضرتك عليها 25 علامة تمام مطلب منك تكتبيننا 30 كلم 30 words عن مين هل هيبقى food فين يا أولاد الموضوعات ايه الموضوعات يا أولاد الوزارة حديث food and drink animals sports and leisure activities 30 كلمة يا أولاد تعمل مقدمة بعد كده موضوع بعد كده خاتمة يا أولاد فقر الرابعة سؤال ريد يا أولاد فقر reading في امتحان writing حضرتك هل جاوب السؤال ده answer ايه that question سؤال واحد مستخدما full sentences جمع الكاملة بعد ما تقعوا بالسؤال هنأديك يا أولاد ده اسمه يا أولاد inference سؤالي يا أولاد الاستدلال الاستدلال هنأدي حضرتك على متين بعد كده نطلب منك justification التبريرات أو المبررات تمام يا أولاد هتأخذ ثلاثة على العلمات على التبريرات اللي انت جبتهم يا أولاد من الفقرة فقرة reading في امتحان writing تمام يا أولاد كده احنا معانا أربع أجزاء part one الرأي part two المخطط part three هاي بقى المقال أو النص أو الفقرة part four اللي هو السؤال الاستدلال والتبريرات لما تيجي تحكي justification يا أولاد أفضل نكتب تقول I think my answer is the best answer تمام يا أولاد because تاني يا أولاد أبدأ كلام مولي يا أولاد في المبررات I think my answer is the best answer because خلص يا أولاد امتعان ال paper exam رايحين فين يا أولاد swift assist exam برضي يا أولاد هيكون على paper miz miz صغيرين يا أولاد بيمتحنوا على أوراق ورقي الكبار بيمتحنوا الكتروني هنجيب لك miz miz يا أولاد يعني المتاهة هنجيب لك خمس أسئلة عن الجرامر والقواعد اللي انت درستوهم تمام يا أولاد بعد كده الفقرة التانية miz تاني يا الله miz تاني هنجيب لك متاهة miz فيها تسع أسئلة يا أولاد تسع أسئلة nine questions وفيها طبعا يا أولاد جرامر وكلمات والميز الأولاني يعتمد يا أولاد على الجرامر وكلمات القواعد والكلمات خلصنا اتنين ميز يا أولاد تعالي نشوف يا أولاد فقرات الريدين أول فقرة عايزي منك ستة أسئلة هتجاوب منها يا أولاد ستة أسئلة وهنجيب لك نص informative نص معلوماتي مية وسبعين كلمة نص معلوماتي ممكن نتكلم عن برج خليفة ممكن نتكلم عن برج العرب دبي مول الفقرة الأولى يا أولاد عليها ستة أسئلة الفقرة الثانية سؤال واحد بس يا أولاد سؤال حلو سؤال واحد إجابتي يا أولاد هتكون خارج السندوق يعني يا أولاد خارج السندوق عشان إحنا عشان نجيب لك نص معلوماتي إحنا نجيب لك يا أولاد narrative narrative يعني قصة قصيرة narrative يعني يا أولاد قصة يعني story لا أنا قلت عشان أنت تفهمي يا أولاد نرتي فيها نص روائي نص سردي في اللغة العربية تمام هنسألك سؤال واحد ده إجابت يا أولاد وإنت فهمتي من قصة لن تكون فاهم عشان السؤال ده يبقى يا أولاد استنتاج سؤال واحد عليه علامات كتير يا أولاد دي الفقرة الثانية الفقرة الثالثة هنجيب لك فقرة عليها ست أسئلة لانت عن كله يا أولاد اختار لانت عن كله يا أولاد multiple choice لانت عن كله اختار يا أولاد ما فيش كتابة كله اختار كله choose choice الفقرة الثالثة هنجيب يا أولاد ست أسئلة أبشر ليه لانها نص informative نص رواقي سوري informative نص معلوماتي ده يا أولاد narrative كان رواقي informative معلوماتي آخر فقرة يا أولاد ايه هنجيب لك ثلاث أسئلة النص الرابع هنجيب ثلاث أسئلة up share ايه النص informative narrative معلوماتي يبتلت نصوص يا أولاد معلوماتي واحد narrative تمام يا أولاد وبكده نكون استعرضنا معاكم الهيكل الوزاري حصري على قناة مستر عمغاني السوهي ونكتب يا أولاد أنا هكتب في صندوق الوصف ورقم الواتساب يا أولاد اللي عايز ينضم معنا حصص online تمام يا أولاد على برنامج زوم تمام يا أولاد اكتبوا يا أولاد في الكومنت الكومنت التعليقات انتو عايزين ايه اسألوا يا أولاد وانا برد على أسئلة يا أولاد كل يوم انا برد على أسئلة شكرا يا أولاد وان شاء الله نتضمن عليكم يا أولاد وهيبقى في مراجعة واحدة واثنين وثلاثة يا أولاد شكرا يا أولاد وقدمونا اقترحتكم يا أولاد في الكومنت في التعليقات يلا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله أوباركاتو